مجزول لأهم الأنباء أهلا بكم قال رئيس بلدية الزنتان مصطفى الباروني أن المصالحة الوطنية الشاملة هي الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية وأضاف الباروني في تصريحات الهوكالة رويترز أن الزنتان ماضية في الحوار مع أبناء مصراتة للأصول إلى مصالحة وطنية شاملة بحذر الباروني الشعب الليبي من بعض الأطراف السياسية المتناحرة التي تعمل على تعميق الانقسام تخطط للبقاء في السلطة إلى الأبد على حد قبله ذكرت صحيفة الشرق الوسطة لندنية أن قائد ميليشية الكرامة خليفة حفتر رفض نقل مقر مجلس النواب من طبرق إلى بنغازي وأضافت الصحيفة أن هذا المقترح قدمها وعدد من أعضاء البرلمان المؤيدين لرئيس المجلس الرئاسي المقترح تشمل إعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس من غير عقيل صالح وفق لما نقلته الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمسؤولة فإن سراج ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا والاتحاد الأوروبي ميدون فكرة إقصاء صالح عن رئاسة البرلمان قال رئيس الهيئة التأسيسية لاستياغة مشروع الدستور نوع عبد السيد أن تصريحات مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا الأخيرة تنعكس سلبا على الجهود الدولية والعربية الرمي إلى تحقيق التهديئة والاستقرار في ليبيا ذكر عبد السيد في بيان تحصلت النبع لنسخة منه أن هذه التصريحات تعد تدخلا سافرا في الشأن الليبي وانتهاكا للسيادة الوطنية أبدى رئيس الهيئة التأسيسية قلقه من تصريحات الجمال لما تتركه من أثار سلبية تقفض جهود التسوية والتهديئة حسب تعبيره توقع المدير التنفيذي لوكالة حرس الحدود الأوروبية فرونتكس فابرياس لييري عدم زيادة تدفقات المهاجرين غير النظاميين قدمين من ليبيا في الوقت الراهن نقلت وكالة أكل إيطالية علي جاريانا للإقفاضة راجعون إلى زيادة تدفقات المهاجرين من تونس إذا زاد معدلها خلال العام الجاري إلى 20% حسب قوله أعلن لييري اعتراض أكثر من 6 ألف مهاجر منذ يناير الماضي حتى الآن مضيفا للنسبة المنطلقين من ليبيا هي 71% مقارنة بـ 95% خلال العام الماضي ختم الموجة إلى اللقاء